بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ملانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه تعتبر قصيدة بردة المديح من إنشاء الإمام سيد محمد بن سعيد البصيري رحمه الله وارضي عنه من أعظم وأجل وأجمل ما مودح به الجناب النبوي الكريم تلقتها الأمة بالقبول العلماء والأولياء والصالحون زين بها أهل الله مجالس الصلاة والسلام على ملانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي والقصيدة الثانية الهامزية فكانت هذه القصيدة بخاصة قصيدة بردة من أعظم إن لم تكن أكثر القصائد اهتماما من طرف العشاق والمادحين للجناب النبوي الكريم نريد أن نقف أيضا سادة خدمة لهذه القصيدة أي خدمة للجناب النبوي الكريم نقف بوقفات مختصرات مع بعض أبيات هذه القصيدة يجلو بها المعنى ونزداد بذلك شوقا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سادة العلماء الذين شرحوا هذه القصيدة لم تنل قصيدة من القصائد في مدح مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخدمة شرحا وتخميسا وتسبيعا ونحو ذلك ما نالته قصيدة البردة شرحها أكثر من مئتي شارح هذه الشروح المعروفة وشرحها من العلماء من شرحها محبة في ذات الله امتثالا لأمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنتشر أما عن أشهر شراحها فلنقف وقفة بسيطة جدا عند بعضها أو الإستاذة نقول ممن شرحها الإمام سيدي جلال الدين المحلي صاحب الثاني من تفسير الجلالين وهو من هو وشارح جميع الجوامع لتقييد دين السبكية في أصول الفقه شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه شرحها شيخ الإسلام الإمام شهاب الدين القسطلاني قارين إمام الصيوطي والصاحب المواهب اللذنية في السيرة النبوي الشريفة زين بها أي بالبردة كتاب المواهب اللذنية في سيرة خير البرية وتلقته الأمة بالقبول شرحها الإمام الزرقاني وغيره كذلك شرحها الإمام سعد الدين التفتزاني الشهير الغني يعني كل تعريف وشارحها من المتأخرين الإمام بن علان الدمشقي الشافع المكي صاحب كتاب دليل الفالحين إلى طرق رياض الصالحين أعظم شروح كتاب رياض الصالحين ومن المحدثين الكبار الأولياء الصالحين شرحها الإمام محمد بن مرزوق الحافيد في كتاب جليل التلمساني في كتاب جليل سماه إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة وشرحها غيرهم كثير وكثير جدا رواها بالسند المتصر إلى صاحبها الجم الغفير من استاذ العلماء الأجلاء رضوان الله عليه وجل الشراح إن لم يكن كل شراح القصيدة إلا ولهم بها سند إلا صاحبها سيدي البصيري رحمه الله تعالى يقول إمام بن مرزوق الحافيد أروي هذه القصيدة عن الحافظ شهاب الدين الرشيدي المكي عن العالم الجليل مجد الدين الفيرو زبادي صاحب القاموس الشهير عن عز الدين بن جماعة ابن قاضي القضاة بدل الدين بن جماعة عن الإمام البصيري رحمه الله ورضي عنه سند كالشمس سند آخر شرحها لا أقول شرح إنما تكلم عنها وعن فضلها الإمام بن حجر الهيتامي وشرح الهمزية في كتاب جليل سماه المنح المكية حينما عند كلامه على قصائد الإمام البصيري قال أروي قصيدة الهمزية وأروي قصيدة البردة كذلك عن الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الإمام العز بن الفرات عن العز الدين بن بدر الدين ابن جماعة عن المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول وأرويها بسندها عن حافظ العصري الإمام أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بشهر صحيح البخاري يقول ويرويها هو الإمام بن حجر العسقلاني عن شيخه سيراج الدين البلقيني عن الحافظ زين الدين العراقي عن قاضي القضاة عز الدين بن جماعة وابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عن المصنف ومؤلفها الإمام البصيري رحمه الله وارضي عنه هذه قطرة من أسانيد هؤلاء الفطاح العظام الذين حملوا الدين ونصروها شرحوا البخاري وألفوا في التفسير وهم حماة الدين هؤلاء السادق وهم الذين شرحوها وهم الذين رووها وافتخروا باتصال سندهم بصاحبها أفيغيب عن هؤلاء الجبال الرواسي من العلم والتقوى والصلاح أن فيها شيء من الضلال أو فيها شيء من البدع أو فيها شيء من المبالغات كما اتهمت به في العصر الأخير وحاشاها وهي البارئة من كل ذلك لو كان فيها شيء مما لا يحمد لكان هؤلاء الفطاح للكبار أمان الأمة حماة الدين حملت الشريعة لكانوا هم أول من يشير إلى ما فيها وما داموا لم يشيروا إلى ذلك بل شرحوها وافتخروا بشرحها ونقلوا ذلك الأمة دل هذا على كمالها بين قصائد المدح وعلى أنها من أكمالي وأجل وأعظامي وأحلام ما مدح به سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته